مرحبا بالعيد يا نايا حلاها من هدية هدية مرحبا بالليل فانا الفتر حبه وحيه أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أيها الإخوة نحمل أضيافا عليكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نسأل الله عز وجل أن يكون قد أتم علينا نعمه في شهر رمضان بتبليغنا إياه وتبليغنا العشر الأواخر فليلة القدر أن يكون قد جعلنا من عتقائه من النار قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عيد الفطر فرصة للمكلفين لكي يشكروا الله عز وجل بعد أن أتم عليهم نعمهم وأكملوا عدة صيام شهر رمضان المباركة ثم ليكبروا الله على ما هداهم ينطلق تكبير العيد بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان ويستمر ذلك إلى غاية انتهاء الإمام من صلاة العيد لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله عز وجل على ما بلغكم إياه من صالح الأعمال ومن الصيام ومن القيام هذا من جهة الإنسان هي فرصة له لشكر الله عز وجل ولإظهار الفرح يجب على الإنسان في هذه المناسبة الجليلة أن يجعلها خاصة وأن يجعلها مغايرة لبقية الأيام يظهر فيها الفرحة ويوسع فيها على عياله ويزور فيها أقاربه فهو في الجانب الإجتماعي إنما هو فسحة لترميم شبكة العلاقات مع الأسرة ومع المجتمع لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الحرص على صلة أرحامهم في أيام العيد احرصوا أيها الإخوة على صلة أرحامكم على تصفية قلوبكم على إراحة قلوبكم من تلك الشحناء والبغضاء التي كنا ندوم عليها طيلة أيام السنة هذا هو المغزى من العيد إنما هو مجازات الله عز وجل للصائمين إنما هو يوم وزع فيه الله عز وجل الجوائز على من أحسن وعمل إنما هو فرصة جعلها الله عز وجل للإنسان يستريح فيها من كل شيء إلا من الفرح بهذا العيد فسحة للقلب أيها الإخوة يستريح فيها ويتخذها نقاهة ليواصل بعد ذلك بقية مراحل حياته هي مواسم مجعلها الله عز وجل لنا وهي نفحات وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضوا لنفحات الله تعرضوا لنفحات الله لماذا؟ لعسى أن تصيبنا بعض الرحمة افرحوا وسعوا على عيالكم اتخذوه يوما خاصا مغايرا لبقية الأعمال مغايرا لبقية الأيام ولكن بما يرضي الله عز وجل لا إفراط ولا تفريط نسأل الله عز وجل أن يكون قد وفقنا لصيام رمضان وأن يتم علينا نعمته بأن يحسن استعمالنا في هذا العيد فنستقبله بالطريقة التي ترضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم بخيرين وتقبل الله مننا وميكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته